اشتركوا في القناة عنده ثقة بالنفس كتير كبيرة الثور اليوم بيقول يلي بده يقوله دون اي خوف او ريبة في امور مش عشبته داخل العيل الصغيرة في مصطلحات ما كان يطلقها اليوم رح نسمعها لانه واصلي معه للاخر فدليب دلوك وما تخاف وقوله الامور على حقيقتها الجوزاء صباح الخير ما فيك متل ما بيقوله نص على نص اليوم تكون رمادي بدك تكون يا ابيض يا اسود بدك تاخد قرار بفصلي وقتمضي قدومة نحو الامام ما فيك اليوم تقول يبقي بدي اعمل هالشي بس في تراجع يمكن احابب اعمل هالشغلة بس مش مش قادر لا اليوم بدك تصمم وتديري وتنفز السرطان بالرغم من الاضطرابات يلي عندك ياها الاضطرابات يمكن النفسية بعض الشيء الظروف المادية يلي عم ترخي بثقلة عليك انت اليوم قادر يجيبه جيش بيكامله بسبيل تحقيق اهدفك العملية فانحنا منشد على ايدك ومنقلك برافو عليك خليك بيشي بيهال منوال والى الاسد يوم جميل للاسد بيقطف فيه ثمار مجهوده يوم جميل للاسد بيبين عن معطيته الزيتية بيبين ان هو انسان بتلبق له القيادة واليوم فعلا من بين الايام يلي بتتميز فيها والى العذراء من صبحه بالخير ومنقله اليوم بدنا منع تلهم فلين وفلين وفليتين والعيلة وانا وميدا بدنا نعتلهم نفسنا فقط العذراء اليوم قد ما بيعتلهم وقد ما بيفكر بالكل رح يتعب في نهاية النهار مش نهيك منقلك فكر بحالك قبل ما تفكر بالاخرين خاصة اليوم الميزان ما كتير عم بيكون يعني عامل ميزين لقراراته اليوم انت مزاجي الى اقصى الدرجات حتى انت مش عارف حالك شو بدك بتصيف وبتغيم عندك تحت نفس السماء اليوم حاول توضع لها الموضوع حدود احلى ما تفوت بالحيط العقرة بيطلع الى مستقبل ضوي اكتر الى ان عطافات ما بدوها تصير خاصة بجزء تاني من حياته في قرارات اخذها عن سبق تصور وتصميم اليوم يمضي قدما فيها نحو الامام ودجر بالثقة بنفس بشخصيته الحلوة وقادر يؤطفى حتى لو في تعب وخاصة على الصعيد العملي نصل الى القوس الغيور على مصلحة الاخرين يلي هل قد عنده محبة بقلبه واليوم فعلا هيك بيهب للمساعدة بيهب لا يعطي يد العون والمساعدة لكل محتاج انت اليوم الاخ والصديق وانسين منور بالانسانية الجدي جدي كتير اليوم الى اقصى الحدود وادمنوا جدي الاخرين عم بينقزوا شوي من طريقته لانه مش معاودين عليه بها الجدية حلو الواحد يكون رزين وجدي بما كان العمل ولكن انتبه زيادة الجدية بتفوتنا بمطباط والى الدلو الحنون الرؤوف اللي فعلا هو الصديق الصدوق اليوم بتحفنا بافكاره جديدة وبتعابيره الحلوة وقدر يوصل الى مراتب ما فينا نقول قادر يوصل اليوم الى اعلى المراتب ولكن قد يصل الى مراتب هو كان بده ايها مرتبة او طرقية او زيادة مادية شوي ولكن بيكون فرحانة كتير والى الحوت الحوت مثل كأنه غايب بمكان اخر عيش بكوكب تاني الحوت عم بيفكر بامور مستقبلية كتير ما عم بيعيش يوم وعم بيعيش المستقبل فمعلي مش ضروري حتى انت وعم بتعيش المستقبل تحت الهم وهيك تحس حالك مثل كأنك مجبور تفكر بالمستقبل لا كل انسان بيفكر بالمجهول بيفكر بالمستقبل ولكن اكيد كله رح يكون على بياد نوسا لا مولود اليوم لنقول ان هو متفائل رغم كل الصعوبات وقادر يزلل كل العقبات بيتوصل الى خلق كيين قائم بزيته لحاله افكاره جديدة العيلة بتجي عنده بالمرتبة الاولى بيحب يغامر كتير ما بهمه انه يجمع ثروة المهم عنده يعيش حياته مثل ما بده مولود اليوم متطلب لا يرضى بانصف الحلول وهو شخص متميز من جوا ومن برة تحياتنا لكل مواليد اليوم المحطة الاخيرة مع انجو انجو يعود الى اصول ايطالية وبيعني الملاك الرسول وكمان هو يعود اصلا الى اصول يونانية وبرتجالية ولكن بيأتي بنفس المعنى الملاك الرسول انجو البكبير بيسمح الف محب اجتماعية عطوفة مسلية مريحة مزاجية خجولة عفوية واحيانا عفوتة لانجو بتقع بمطبات عنيدة استقلالية مباشرة بحديثة بريئة متهورة غير مملي بتعتبر انها مظلومة وخاصة بالنواحة العاطفية تحياتنا لكل انجو عم بتتبعنا هيدا كل شي اصدقائنا المشاهدين متمنى تقضوا معنا بداية نهار جميل بالرغم من الساعات والتلجة المبارح اليوم هيك خبروني هلأ بلشي تتشمس فشمس جديد يتشرق اليوم بحياتكم ان شاء الله نحن هلأ بروح الى بريئ وبيرجع بنضم لالكون الي مباشرة على الهواء اشتركوا في القناة